مضت أكثر من أربع سنوات منذ أن بدأ التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات حربه في اليمن الهدف كان إعادة السلطة للحكومة الشرعية بعد انقلاب ميليشيا الحوثي عليها لم تنجح الحرب في تحقيق هذا الهدف المعلن وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ قرن من الزمن بحسب الأمم المتحدة يا شعبنا اليمنية العظيم أبطال عدة تدور حولهم حكاية الحرب في اليمن الحوثي من استولى على الحكم من جهة والحكومة الشرعية من جهة ثانية والتحالف الذي يدعي دعم الشرعية ويعمل على تقويضها وشعب يعد هو الممثل المجهول على المسرح اليمني لا يأبه أحد بمعاناته من الأطراف المتحاربة إلا حين يريدون ميل الكفة الدولية لجانب دون الآخر بينما يعاني هذا البطل الموت والجوع والمرض أما عن تفاصيل هذه الأزمة الإنسانية فقد دمرت الحرب النظام الصحي أقل من نصف المرافق الصحية تعمل في جميع أنحاء البلاد وتعاني من نقص في الموظفين والإمدادات والأدوية مليون يمني على الأقل مصاب بالكليرة في أكبر تفشل المرض في التاريخ الحديث ثمانون في المئة من السكان يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية بينهم أكثر من ثمانية ملايين شخص لا يعلمون من أين سيحصلون على وجبتهم القادمة بينما دخلت ثلثة مناطق الجمهورية مرحلة ما قبل المجاعة أكثر من ثلاثة ملايين شخص شردتهم الحرب ومع الاقتصاد المحاصر والمدمر تحدر الأمم المتحدة من أن خطر المجاعة يمكن أن يعرض 22 مليون شخص للخطر أي حوالي ثلاثة أربع سكان ومع أن التحذيرات من خطورة الوضع مستمرة إلا أن الحال يبقى كما هو عليه في ظل استمرار الصراع في البلاد لكن بالرغم من كل هذه الأرقام المرعبة فالأزمة الإنسانية لا تقتصر على الفقر والجوع والأمراض والأوبئة بل تزداد سوءا بالتزامن مع استمرار حرب طاحنة لا يعرف لها نهاية